أعلنت المتحدثة باسم الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية السفيرة ريمة علاء الدين أعلنت أن جدول أعمال اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين السبت تمثل قرارات مهمة أشرت أيضا في مؤتمر صحفي من منطقة البحر الميت إلى أنه تم تسليم الرئاسة إلى الأردن من موريتانيا كما نوات إلى أنه تم تشكيل جلستي عمل مغلقتين أضافت أيضا أنه تم التلاع إلى تقرير القمة بما فيها القمة السابقة وقضايا العمل العربية المشترك نوهت ريمة علاء الدين لأن القضية الفلسطينية تصدرت أعمال الاجتماعات والصراع العربي الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين والإضافة إلى إقامة دولة فلسطين على حدود 67 الاجتماعات مثمرة وإيجابية حيث بحث المشاركون في جلستي عمل مغلقة جدول أعمال مكون من 17 بند معظمها من البنود الدائمة على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية واطلعوا على التقارير المرفوعة إلى القمة وهي تقرير رئاسة القمة السابقة بما فيها متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات عن قمة نواكشوت 2016 وتقرير معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل العربي المشترك وتصدرت القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية للأردن والأمة العربية جمعاء أعمال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين حيث بحثوا التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر